مجلس القيادة الرئاس يعقد اجتماعا حول تطورات العسكرية والاقتصادية الرئيس العليم يثمن دور التحالف في ذكرى انطلاق عاصفة الحزم رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ طعز يناقش في اجتماع مشترك تطورات على الصعيد الميداني والعسكري محافظ حضر موت يطمأن على صحة وزير الدفاع عقب استهداف ميليشي الحوثي لموكبه بطائرة مسيرة ومحافظ حضر موت يصل سيئون لبحث الملف الامني ويزور عدد من المرافق الحكومية في المدينة طبط وقاتكم عزيزي المشاهدين من ستيهاتنا في قناة عهد تقدموا الى حضراتكم هذه النشرة الاخبارية المفصلة من عنوينها الى تفاصيلها اقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وبحضور جميع اعضائه وحيى مجلس القيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى انطلاق عصفة الحزم وصرد الاجتماع وطورات الاوضاع المحلية والتصعيد الحربي للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في مديريتي حريب ومرخى بمحافظتي مأرب وشبوى واعتداءتها الممنهجة على الاعيان المدنية شدد على ان التصعيد الحربي للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في محافظتي مأرب وشبوى والهجمات الارهابية الفاشلة في تعز يعكس مدى بؤسها في نهجها العداء لمساعي السلام داعيا المجتمع الدولي الى ادراك خطورة هذا التصعيد الارهابي مع استمرار تهريب المزيد من الاسلحة الايرانية للميليشيات كما وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة باستكمال تنفيذ قراراته بتحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتقديم كافة التسهيلات لانتقال الافراد والبضائع وانشطة القطاع الخاص وتعزيز الخدمات ضرورية في رمضان اشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي في تصريحات لصحيفة عكاد السعودية بالعلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن والمملكة العربية السعودية وقال الرئيس العليمي ان المملكة العربية السعودية اكدت وحذة البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات المشاركة والدفاع عن الهوية العربية ومصالح الامة وامن واستقرار المنطقة لافتا الى ان عاصفة الحزم اعادت الامل للشعب اليمني وللامة العربية العزة والرفعة وتقثها بالقدرة على ردع المشاريع التخريبية في المنطقة وثمن الرئيس الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والدول الداعمة في منع انهيار شامل للدولة وحماية مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة المؤسسات وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع الوطن واشار الرئيس الى ان تصعيد مليشيا الحوثي المستمر في كافة المحافظات اضاف الى المناورات العسكرية المزعزعة لاستلم والامن الدوليين يؤكد الرؤية الثاقبة والمتقدمة لقضة عاصفة الحزم والحاجة الملحة لبقاء هذا التحالف العربي كصمام امان لامن واستغرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية مؤكدا ان ذكرى عاصفة الحزم في مثل هذا اليوم السادس والعشرين من مارس ستبقى يوما خالدا في تاريخ شعبنا والامة العربية جمعا اجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور بوعين عبد الملك اتصالا هاتفيا بمحافظة تعز نبيل شمسان للاطمانان على سلامته جراء الجريمة الارهابية الحوثية التي سهدفت موكبه في منطقة الكدحة بصاروخ وقدائف هاو ومدفعية جدد رئيس الوزراء تأكيد ان هذا الاستهداف الحوثي الارهابي مؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام وتحديها السافر لجهود احلال السلام فيما اكد المحافظ شمسان ان المحاولة الارهابية الغادرة لن تثنيه عن استمراره في خدمة الوطن والمواطنين والعمل بتوجيهات مجلس القيادة والحكومة حتى استكمال استعادة الدولة ورفع الحصار الحوثي الغاشم عن تعز وابنائها ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعا مشتركا لقادة وزراء الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وقيادة الدعم والاسناد لمناقشة التطورات على الصعيد الميداني والعسكري في ضوء المستجدات الاخيرة والاطلاع على نتائج الزيارات الميدانية التي نفدوها لعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة والسقطرة والساحل الغربي واستعرض الاجتماع خطة وزارة الدفاع لتنسيق اعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة اضافة الى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محسن ناد داعري ومعه رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشاركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز على جاهزية القوى المرابطة في منطقة باب المندب وجزيرة ميون ويأتي ذلك بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لتفقد احوال القوات المرابطة في المناطق العسكرية والاستراتيجية ادانت وزارة حقوق الانسان اعمال القتل والقمع الوحشي التي تمارسها ميليشيا الحوثي الارهابية بحق المواطنين في محافظة إب واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها الاعمال الاجرامية الحوثية التي توسعت رقعتها لتشمل القتل والاختطاف والاخفاء القصري ومداهمة المنازل ونهب ممتلكات المواطنين الذين شاركوا في تشييع جتمان شهيد حمدي عبد الرازق الملقب المكحل وحملت وزارة حقوق الانسان المجتمع الدولي ومجلس الامن المسئولية الكاملة على صمتها وتغاضيهما المستمر لهذه الجماعات التي تنتهك حقوق الانسان وتمارس أبشع أنواع الأعمال الوحشية بحق اليمنيين داعية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم والعمل بالمسئولية والضغط على المليشات الحوثية الإرهابية لوقف الانتهاكات والعبث بحياة المواطنين في محافظة إب وبقية المحافظات في الجمهورية الخاضعة لسيطرتها شارك وزير المياه والبيئة المهندسة توفيق الشرجبي في اللقاء الذي نظمته الجامعة العربية في مبنى الأمم المتحدة على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تحت عنوان الالتزام المشترك للمنطقة العربية بالإسراء بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المستدامة حدث الوزير الشرجبي عن عدد من التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة العربية عامة واليمن خاصة مبينا أن التقارير تشير إلى أنه خلال عامين من الآن فيجهد 14 دولة عربية نقصا في المياه وستعاني 10 دول من نقص حاد في المياه تطرق إلى عدد من الحلول والمقترحات لمعاجلجة هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية عموما منها البحث العلمي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات محلية وقطرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبما يتوافق مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المحليين اطلع رئيسه هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز على الجاهزية القتالية لمنتسبية المنطقة العسكرية الرابعة وأشاد الفريق بن عزيز بالجاهزية العالية لدى منتسبية المنطقة والدور الذي تقوم به الوحدات التابعة لها في مؤهجهة تنظيم جماعة الحوث الإرهابية وتبيث الأمن والاستقرار مثمنا الدعم غير المحدود الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا في مختلف المجالات إلى ذلك زر الفريق بن عزيز معمل الخياطات تابعة للقوات المسلحة بالقاعدة الإدارية في العاصمة عدن وأشهد رئيس الأركان بجهود المعمل الذي يعمل فيه عنصر النساء من أسر الشهداء والجرحى وصل محافظ حضرموت مبخوط بن ماضي إلى مدينة سيئون في زيارة عمل تفقدية لوادي حضرموت وكان في استقباله وكيل المحافظة للشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري ومدير أمن وشرطة الوادي العميد ركن عبدالله بن حبيش وعدد من المسؤولين وبحث المحافظ فور وصوله الأوضاع الأمنية بالوادي والصحراء مشددا على مزيد من التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لحفظ الأمن رفضا أن تكون حضرموت مسرحا لتصفية أي خلافات من خارجها كما جرى بحث احتياجات مديريات الوادي والصحراء والملفات تأدات الأولوية ومخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها مديريات الوادي والصحراء أجرى محافظ حضرموت مبخوتة بن ماضي اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أطمأن خلاله على صحته وصحة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز ومحافظ تعزة نبيل شمسان عقب محاولة الاغتيال والهجوم الغادر الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية أمس أستبت بطائرة مسيرة استهدفت موكبهم في منطقة الكدحة بجنوب مدينة تعزة وأدنى محافظ حضرموت هذا العمل الغادر الذي دأبت عليه مليشيا الحوثي الانقلابية متمنياً لوزير الدفاع الشفاء العاجل ودوام العافية اطلع محافظ حضرموت مبخوتة بن ماضي بمدينة سيئون على سير الأداء والانضباط الوظيفي في عدد من المرافق والوحدات الإدارية وذلك خلال زيارته لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء وعدد من الإدارات بمبنى مجمع الدوائر الحكومية وإدارة المجلس المحلي لمدينة سيئون ومكتبي المالية والصناعة والتجارة كما تفقد المحافظ نيابة سيئون الابتدائية ومستوى العمل في إدارة مرور سيئون وأقسام إدارة الهجرة والجوازات بالوادي والصحراء وإدارة الأحوال المدنية والسجل المدني والتقى محافظ حضرموت عدد من المواطنين بالإدارات الحكومية ومجمع الدوائر الحكومية ووجه بإنجاز معاملتهما بحث محافظ حضرموت مبخوطة بن ماضي بمدينة سيئون على الأوضاع العامة بمجريات الوادي والصحراء واحتياجتها في مختلف القطاعات وخلال لقائه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري والوكيل المساعد هشام السعيدي ومدير المالية والخدمة المدنية وتمينات عوض العجيم وإبراهيم الهدار نقش اللقاء مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والمشاريع المتعثرة والاحتياجات الضرورية لمشاريع تنموية وخدمية في القطاع عادة الأولوية وخصوصا في قطاع الكهرباء والطرقات اطلع محافظ حضرموت مبخوطة بن ماضي بمدينة سيئون على أوضاع السجن المركزي بمدينة متعرفا على أحوال نزلاء السجن وتفقد المحافظة ومعه وكيل المحافظة عامر العامري ومدير عام أمن الوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش على الأوضاع العامة للسجن مستمعا من نزلاء السجن على أحوالهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم وقضايا المحتجزين على دمتها أكد المحافظة السعي لفك كربة بعض الموقوفين على دمة قضايا مالية زار محافظ حضرموت مبخوطة بن ماضي دار المصطفى للدراسات الإسلامية بمديرية تاريم والتقى المحافظ خلال الزيارة عميد الدار العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظة وطلع على محتويات المكتبة العامة بدار المصطفى وأدى المحافظ مع جموع المصلين شعائر صلاة عصر اليوم بجامع دار المصطفى وعقب الصلاة ألقى محافظ حضرموت كلمة هنأ فيها الجميع بشهر رمضان المباركة معربا عن الارتياح لزيارة دار المصطفى للدراسات الإسلامية في هذه الأيام الروحانية المباركة اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري على أوجه ومجالات تدخلات منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في المرافق الصحية بوادي والصحراء حضرموت وقدم رئيس بعثث منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في اليمن السيد طلا محمد شرحا عن مجالات التدخلات المنظمة المتمثلة في برامج التدريب والتأهيل وتزويد مرافق الخدمات الصحية الأولية بالأدوية والأدوات الصحية الخاصة بالحالات الحرجة فيما أبدأ الوكيل العامري استعداد السلطات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل وإنجاح عمل المنظومة بوادي وصحراء حضرموت تفقد مدير أمن والشرطة ساحة لحضرموت العميد مطيع المنهالي مستوى الانضباط الوظيفي في الإدارات الأمنية بالإدارة العامة للأمن والشرطة شدد العميد المنهالي على اتخاذ الإجراءات القانونية الثارمة بحق المتخلفين والمتغيبين عن العمل حسب البرنامج الزمني في شهر رمضان المبارك وجه شؤون الموارد البشرية والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الدوامة ورفع تقرير بذلك بشكل سريع تفقد مدير أمن والشرطة ساحة لحضرموت العميد مطيع المنهالي إدارة الأمن بمديرية بروم ميفع للإطلاع على مستوى الانضباط في العمل والاستماع من منتسبيها إلى احتياجاتهم ضرورية واطلع العميد المنهالي على الأضرار التي لحقت بمقر أفراد نقطة مدخل بروم التابعة للقوات الخاصة بأمن والشرطة ساحة لحضرموت نتيجة للأمطار تجهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين مستمعا من أفراد النقطة إلى أبرز احتياجاتهم العاجلة لتوفيرها ووجه العميد المنهالي إدارة الإمداد والتموين بتلبية الاحتياجات العاجلة بدءا من الغد التقى رئيس كتلة حلف وجام حضرموت المقدم سالم بن سميدع بفريق الحوار الوطني الجنوبي ضمن جولتهم الثانية بمقر الكتلة بمدينة المكلة بمحافظة حضرموت نقش الجانبان مخرجات ورشة العمل التي أقامتها الكتلة مطلع الأسبوع الفائت والتي من خلالها طرحت مطالب أبناء حضرموت في ظل الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة وأكد فريق الحوار الوطني الجنوبي بقيادة الأستاذ النائب عبد السلام قاسم على أهمية الجمع مختلف الرؤى والأفكار السياسية وبلورتها ضمت ميثاق وطن جنوبي شامل جددين دعمهم الكامل لكتلة حلف وجامع حضرموت وللأعمال الدعوبة التي تقوم بها الكتلة في خضم جهدها المتواصل لجمع مختلف أطياف المجتمع الحضرمي أشهرت بمدينة سيئون نقابة الصحفين والإعلاميين الجنوبيين فرح ضرموت اللجنة النقابية بالوادي والصحراء وتم اختيار الأستاذ محمد سعيد باحفين رئيسا لها كما تم اختيار أحمد سعيد بزعل نائبا للرئيس ومصطفى مبقوط بصبيع مسؤولا للأنشطة والتنظيم ومراد علي صبيح مسؤولا ماليا وبكر محمد الثقاف مسؤولا للحريات وإلى الشحر بحث مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عاد البعكابة ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحة لحضرموت عمر الجفري مشكلات المياه في المجرية والحلول المقترحة لتعزيز القطاع وكشف الجفري عن عمل المؤسسة على تنفيذ عدد من المشاريع لتحسين خدمة توزيع المياه في المجرية والمناطق التي تعاني من نقص أو انقطاع في التمهين كما كشف عن توجه المؤسسة لإدخال بئر جديدة في حقل الموجة وإصلاح بئر المقدرة وتوفير مولدات كهربائية لضمان تشغيل الأبار في حالة انقطاع التيار الكهربائي مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة كمية المياه وتقليل الفاقد بتوجيهات من الأستاذ مبخوتة بن ماضي محافظة حضرمو تفقد الأستاذ عادل أحمد بعكابة المدير العام لمديرية الشحر ونائبها الأستاذ مصبح البحصني خلال نزوله إلى قرية المعدي الأضرار بالطريق جراء الأمطار الأخيرة وجهان الجهات المعنية بالعمل على فتح طريق الرابط بين قرية المعدي ومدينة الشحر هدى وتفقد المدير العام أثناء زيارته للمعدي أحوال الموطنين مستمعا لشرح نواف عن ما تعرض له الوادي من أمطار أدت إلى تضرر الطريق الواصل إلى المدينة تضرر عدد من الأراضي الزراعية وإلى أخبار التقص حد جددت غرفة الأرصاد الجوية في مديرية الشحر من استمرار حالة عدم الاستقرار للأجواء إلى فجر الأثنين مع احتمالية هطول أمطار على مناطق السواحل والوادي ومناطق المرتفعات الغربية من حضر موت توقعت أن الحالة الجوية ستستمر وتتوسع حتى ليلة الأربعاء بوادي المهراء وحضر موت ومناطق السواحل وفي ختام النشر عزائي المشاهدين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء مجلس القيادة الرئاس يعقد اجتماعا حول تطورات العسكرية والاقتصادية الرئيس العليم يثمن دور التحالف في ذكرى انطلاق عاصفة الحزم رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ طعز يناقش في اجتماع مشترك تطورات على الصعيد الميداني والعسكري محافظ حضر موت يطمأن على صحة وزير الدفاع عقب استهداف ميليشيا الحوثي لموكبه بطائرة مسيرة ومحافظ حضر موت يصل يسيئون لبحث الملف الأمني ويزور عدد من المرافق الحكومية في المدينة قدمنا إلى حضراتكم أعزائي المشاهدين هذه النشرة الإخبارية المفصلة من استوديوهاتنا في قناة عد شكرا لطيب المتابعة أطيب المنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة